طبعاً حضرنا في لجنة صحة وبئة نيابية في هذا المؤتمر الذي عقد برعاية رئاسة مجلس النواب من أجل إعمار مدينة نينوى ووضع الخطات الستراتيجية من أجل إعادة البنى التحتية وكذلك تدمير مخلفات داعش من مؤسسات صحية إلى مؤسسات تعليمية إلى مؤسسات تربوية إلى خدمات بلدية طرق وجسور تأهيلها وإكساءها وكذلك تعويض المواطنين المتضررين وأيضاً تم الاتفاق على تشكيل لجنة علية هذه اللجنة علية تكون ممثلة بنواب نينوى مع أعظام مجلس المحافظة وتمثل كل وزارات الخدمية والقطاعية عن طريق وكالاءها في هذه اللجنة علية هذه اللجنة سوف تكون هي المشرفة على تنفيذ خطط الإعمار وكذلك على الاستثمار الأمثل للموارد والإعانات الدولية وصندوق إعمار العراق وكذلك للمنح وأيضاً القروض الدولية لدينا أمل كبير بأن هذا المؤتمر سوف تكون له مخرجات إيجابية عملية تساعد على معالجة وضع نينوى الكارثي وإعادة المرافق الحياتية المهمة في محافظة نينوى سواء كان الملف الصحي الملف التعليمي ملف الطاقة ملف الكارباء ملف الخدمات وملف الموظفين وكل المشاكل الأخرى أيضاً تم ترحوها وتم وضع معالجات إن شاء الله جذرية لها